الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فإن من فضل الله عز وجل على العبد أن يكون من أهل الإيمان لتحصل له الخيرات الأخروية والدنيوية فيكون من الفائزين المفلحين بسبب ذلك ولهذا فدرسنا في هذا اليوم سيكون عن الإيمان ونحن نعلم أن أنبياء الله عليهم السلام دعوا الخلق إلى الإيمان كما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ومن هنا فالدعوة إلى الإيمان هي دعوة أنبياء الله عليهم السلام وهي الدعوة التي تحصل بها الخيرات لقد جعل الله عز وجل أهل الإيمان هم أولياءه كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا وكما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فلا خوف عليهم يعني في مستقبل أيامهم ولا هم يحزنون يعني لا يتأسفون على ما مضى من أيامهم وقد جعل الله أهل الإيمان هم خير الخلق كما في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقد وعد الله أهل الإيمان بأن يكون لهم النصر في الدنيا كما في قوله جل وعلا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ووعدهم بأن تكون لهم الخيرات الدنيوية كما في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ومن هنا فإن المؤمن يستشعر أن النصر والتأييد يكون لأهل الإيمان وقد خاطبت النصوص المؤمنين بهذا الوصف الدقيق وصف الإيمان لبيان أن هذا الوصف هو الذي يمتازون به عن عباد الله ويفارقون بقية خلق الله ولما ذكر الله جل وعلا في أوائل سورة البقرة صفات أهل النجاة والتقوى الذين يفهمون كتاب الله ويهتدون به ذكر من صفاتهم الإيمان فقال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ومن هذا المنطلق على العبد أن يتعلم وأن يتعرف الإيمان وأن يتعلم معالمه وأن يتمسك به فالإيمان ليس مجرد اعتقاد في القلب بل هو يشمل أقوالا وأفعالا فكألوا طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهي داخلة في مسمى الإيمان ولذا يغلط بعض الناس الذين يخرجون الأعمال الصالحة من مفهوم الإيمان وقد قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذه الآية نزلت في تحويل القبلة فإن الناس في أوائل الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس فحول الله جل وعلا قبلتهم إلى أن تكون لهذا البيت المشرف الكعبة المشرفة كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد جعل الله جل وعلا هذه الصلاة من أجزاء الإيمان ولذا جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بعض أهل الإيمان قد ماتوا على القبلة الأولى فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلواتكم التي صليتمها تجاه بيت المقدس فجعل الصلاة مما يدخل في اسم الإيمان وقد ورد في ذلك نصوص عديدة في الكتاب والسنة منظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الإيمان أخبرهم بأمور من أعمالهم من نشر السلام وإفشائه على من عرفت ومن لم تعرف وقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وفي لفظ وسبعون شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذه أقوال وأعمال قلبية وبدنية أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإيمان فإن قال قائل إننا نجد أن الله عز وجل في عدد من الآيات عطفا الأعمال الصالحة على الإيمان مما يدل على تغايرهما كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيقال بأن العطف لا يقتضي المغايرة الكلية فإنه قد يعطف الجزء على الكل كما في قوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة وكما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان والرمان نوع من أنواع الفاكهة ولذا قال الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق والتواصي بالحق جزء من العمل الصالح والعمل الصالح جزء من أجزاء الإيمان ولذا في الآية السابقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأعمال الصالحة ولم يقتضي العطف بهما على الأعمال الصالحة التغاير التامة ولذا نعلم أن الصواب في هذا أن الإيمان يدخله الأقوال والأعمال والاعتقادات كما دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإسم الإيمان قد يؤتى به في الكتاب والسنة على مدلول يشمل هذه المعاني فإن قال قائل هل معنى ذلك أنه يلزم من انتفاء أحد هذه الأشياء انتفاء الإيمان بالكلية قيل سنضرب مثلا يبين حال الإيمان فإن الإيمان بمثابة الشجرة لها عروق في الأرض ولها جذع وأغصان وأوراق كلها يدخل في مسمى الشجرة ولا يلزم من زوال بعض هذه الأجزاء زوالها بالكلية مع أن الجميع يدخل في مسمى الشجرة فهكذا فيما يتعلق بإسم الإيمان وبالتالي نعلم خطأ فرقتين من الفرق التي لم تصب في مفهوم الإيمان إحداهما فرقة الوعيدية الذين يقولون بأن الإيمان يزول بزوال أي عمل من أعمال الإيمان ويقولون بأن من أقدم على كبيرة زال إيمانه بالكلية وهذا يخالف مدلول آيات من كتاب الله كما في قوله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيِّئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى أن قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فمع وجود هذا الذنب العظيم ألا وهو الاقتتال إلا أن الله جل وعلا سماهم بإسم الإيمان فقال وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وكما في قوله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ثم قال فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَعُونِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ فمع وجود هذا الذنب العظيم ألا وهو ذنب سفك الدم الحرام إلا أن الله أبقى الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول وأولياء الدم مما يدل على خطأ أولئك الذين ينفون مسمى الإيمان عن من ارتكب كبيرة من الكبائر وفي المقابل هناك خطأ من طائفة أخرى يقولون بأن الإيمان لا يضر معه معصية من المعاصي وغفلوا عن تلك النصوص التي تدل على نقصان الإيمان بوجود ذنوب ومعاصي عند العبد وتدل على أن العبد يزداد إيمانه بزيادة عمله الصالح وبالتالي نعلم أن هؤلاء الذين قالوا بأن الناس يستوون في إيمانهم حتى أن أحدهم يجعلوا إيمان نفسه مثل إيمان أنبياء الله وملائكته والصديقين من عباده إذا تقرر هذا فإن هذا يرشدنا إلى أن الإيمان يزيد وينقص فإنه يزيد بالطاعات وينقص بتركها وبالإقدام على معصية الله جل وعلا كما في قوله جل وعلا ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وقد جاءت النصوص ببيان أن الإيمان يزيد بأنواع من الأعمال الصالحة قال تعالى وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ومن مفهوم ذلك أنه ينقص بما يقدم عليه الإنسان من المعاصي والكبائر لكنه لا ينتفي بالكلية وهذا أيضا يرشدنا إلى أنه كما أن الإيمان يزداد فإن الكفر كذلك يزداد فليس الكفار على رتبة واحدة في الكفر كما في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وكما في قوله جل وعلا إن من نسي زيادة في الكفر وكما في نصوص أخر تدل على هذا المعنى وهذا يدلك على معنى آخر ألا وهو أن الإيمان أن اليقين يزداد عند الإنسان فالعلم واليقين والقطع والجزم ليس على رتبة واحدة بل الناس يتفاوتون فيه ولذا قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن موسى عليه السلام لما أخبره ربه عن عبادة قومه العجل لم يلقي الكتاب فلما رآهم ألقاه ومن هنا فإننا نجزم بأن هذا الاعتقاد والجازم لا يبقى على درجة واحدة بل الناس يتفاوتون فيه ومن هنا يحصل التفاوت بين الخلق في منازلهم ودرجاتهم عند رب العزة والجلال ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن الإيمان كما أنه مشتمل على الأعمال هو المنطلق لها ولذا فإن الإنسان ينبغي به إذا دعى عباد الله إلى دين الله أن يدعوهم بذكر أركان الإيمان التي متى رسخت في قلب العبد وبقيت ثابتة فيه فإن الله جل وعلا يعصم صاحبه من أنواع السوء إن الله جل وعلا قد ذكر من فضائل الإيمان أن أهله يثبتون على الحق ولا تحولهم الفتن ولا دعوات الباطل كما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ففي هذا دلال على أن الإيمان من أسباب ثبات الإنسان كما في الآية الأخرى ليثبت الله الذين آمنوا إن الإيمان عمل عظيم واعتقاد فاضل وأقوال جميلة يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى وقد بني الإيمان على الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب أنه قال أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى أن ذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فأخبره عن أركان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإذا نظر الإنسان في مسمى الذين آمنوا في الكتاب والسنة يجد أن هذا الاسم يطلق على ثلاث معاني مختلفة يفهم المراد لكل واحد من هذه المعاني من السياق فإنه مرة يطلق هذا الاسم ويراد به أهل الإيمان الكامل وأولا الذين رتب الله جل وعلا عليهم رتب الله لهم الثواب الجزيل ودخول الجنان كما ذكر الله في مسمى أهل الإيمان في أوائل سورة يونس ومرة يطلق لفظ الذين آمنوا ويرادوا به من كان عنده أصل الإيمان لا تمامه وكماله ومرة يطلق اسم الإيمان بما يراد به من يظهر أنه من أهل هذا الدين سواء كان صادقا في دعوة أو لم يكن صادقا فيها إذا تقرر هذا فإننا كما ذكرت قبل قليل بأن الإيمان هو ما يدعو إليه أنبياء الله فإننا نجزم بأن هذا الإيمان هو أول واجب على العباد فإنه الذي يدعو إليه أنبياء الله ومن هنا فإننا عبودية الله جل وعلا وإفراده بالعبادة مما يدخل في مسمى الإيمان وبالتالي يكون أول واجب على المكلفين أن يوحدوا الله جل وعلا ويؤمنوا به ويفردوه بالعبادة إذا تقرر هذا فإن من فوائد الإيمان أن الله عز وجل يعصم العبد من عدوه الشيطان فلا يمكنه من أن يعويه إغواء يستمر معه كما في قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وكما في قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأول أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله جل وعلا والإيمان به يشمل الإيمان بأنه الرب المتصرف في الكون والذي أوجد الخلق من العدم والذي لا زالت أوامره الكونية جارية على العباد كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وكما قال تعالى يدبر الأمر وقد جاءت النصوص ببيان أنه الرازق وأنه الخالق وأنه المتصرف في الكون وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى فنحن نؤمن بذلك كله وهذا من مقتضى إيماننا بالله ربا وكذلك نؤمن بأن الله هو المعبود الحق وأن العبادة حق خالص له جل وعلا فكلا هذين المعنيين يدخل في مسمى الإيمان كما في قوله تعالى رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً فهذه الآية أثبتت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية المتعلق بأفعال الله جل وعلا كما في قوله رب السماوات والأرض وتوحيد الألوهية والعبادة المتعلق بأفعال العبادة كما في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته وتوحيد الأسماء والصفات كما في قوله هل تعلم له سمياً وقد جاءت النصوص ببيان إثبات أنواع التوحيد الثلاثة كما في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ومن أمثلة ذلك في أوائل سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهنا إثبات لتوحيد الربوبية فهو رب العالمين والعالمين جمعوا عالم وليست كما قد يفهمه بعض الناس أنها مثنة بل هي جمع وتشمل جميع العوالم في الكون سواء كانت من الحيوانات الطائرة أو السائرة أو السابحة فكلها تدخل في مسمى العالمين وفي قوله جل وعلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إثبات توحيد الأسماء والصفات بذكر أسمائه وصفاته جل وعلا وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين إثبات لتوحيد الأولوهية بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله فإن من أساليب الحصر في لغة العرب أن يتقدم المعمول فقوله إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك ولا نعبد إلا إياك فهذا هو معنى قوله إياك نعبد والعبادة اسم يشمل خضوع العبد وذلته وافتقاره ومخافته ورجاءه فكلها داخل في اسم العبودية لله جل وعلا ومن ثم لا يصلح أن تخلص هذه المعاني لغير الله جل وعلا وهكذا في قوله وإياك نستعين أي لا نستعين أحدا سواك وقد يغلط بعض الناس في مدلول هذه الآية فلا يفهم منها إفراد العبادة لله أو لا يفهم منها وجوب إفراد الله بالاستعانة فيما لا يستطيع عليه الله وسبحانه وقد سمعت لبعضهم يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على أن الاستعانة لا تفرد لله وما ذاك إلا من عجمته وسوء فهمه لآيات كتاب الله جل وعلا فإن قوله بالصبر أدخل عليها الباء التي تفيد أن الصبر أداة وآلة يستجلب بها عون الله للعبد وليس العبد مستعينا بالصبر ولذا تقول أستعين الله ولا تقول أستعين الصبر وإنما تستعين الله بالصبر فهو وسيلة وطريق إلى أن تستجلب عون الله جل وعلا لك وكما تقدم أن العبادة حق خالص لله فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادات لغير الله كما في دعوات أنبياء الله الذين جاوي إلى أقوامهم وهم يشركون في العبادة فيعبدون الله ويعبدون غيره فلم يقبل منهم ذلك وبين لهم الخطأ العظيم الذي هم فيه وبين أنهم على غير الحق والهدى قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتة ولذلك كانت دعوات الأنبياء عليهم السلام أن لا تعبدوا إلا الله أن اعبدوا الله مما يدلك على وجوب إفراد الله بالعبادة والعبادة والعبادة اسم يشمل معاني وأفعالا واعتقادات وأقوالا كهيرة يتقرب بها ويذل بها إلى من تقصد به هذه الأقوال والأعمال والاعتقادات ولذا جاءت النصوص بوجوب إفراد الله بالعبادات فالصلاة عبادة ومن ثم لا يجوز أن يصلي إنسان لغير الله بل يجب أن تكون الصلاة لله قال تعالى فصل لربك وانحر وهكذا عبادة الزبح والنحر يجب إفراد الله بها ولا يجوز لإنسان أن يتعبد لغير الله بالذبح والنحر ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ملعون من ذبح لغير الله وهكذا عبادات القلب من التوكل والاعتماد عليه سبحانه والخوف الذي لا يكون خوفا طبيعيا وهكذا في الرجاء فيجب أن يفرد الله بعبادته بهذه الأمور ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بها كما قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وكما قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقصد أن يفرد الله بالعبادة وأن لا تصرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا ومن تلك العبادات عبادة الدعاء فالدعاء يجب أن يكون لله وحده ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الأحياء ولا من الأموات بل يجب إفراد الله بالعبادة وقد أمرنا الله بدعائه ووعد أهل الإيمان الذين يدعونه بإجابة دعائهم فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال جل وعلا وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقوله وليؤمنوا بي دليل على أن إفراد الدعاء لله إيمان وفيه دلالة على أن صرف الدعاء لغير الله يتنافى مع الإيمان قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فانظر كيف جعل الدعاء عبادة في هذه المواطن وهذا أحد ركني صحة العبادة أن لا يُعبد إلا الله وأما الركن الثاني وهو من أركان الإيمان أن لا يُعبد الله إلا بما شرع فلا نتقرب إلى الله بعبادات لم تأتي في الكتاب والسنة بل نسير على مقتضى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذلك أن هذا النبي الكريم قد أوجب الله علينا تصديقه في خبره وطاعته في أمره وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه وجاءنا به وقد قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى الآية وإذا تقرر هذا المعنى فإن كل عبادة ليست على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه فهي مردودة غير مقبولة عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عميل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا وقد قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقوله وكل بدعة لفظ عام يشمل جميع ما أحدث في دين الله مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ويدلك على هذا المعنى أن الشريعة كاملة ومن مقتضى كمالها أنها لا تحتاج إلى اختراع أعمال أو عبادات أو أذكار لم يرد شرعها في الكتاب والسنة وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن مقتضى كمال هذا الدين أننا لا نحتاج إلى اختراع عبادات جديدة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذان الركنان العظيمة هما ركن العبادة التي لا تقبل إلا بوجود هذين الركنين فلا يقبل من إنسان عملا إلا إذا كان ذلك العمل خالصا لوجه الله صوابا على مقتضى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه وأنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا يعني على وفق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله ولا ينوي بعبادته أحدا سوى الله جل وعلا إذا تقرر هذا فإن هذا الإيمان هو الذي تحصل به النجاة يوم القيامة وهو الذي يسأل العبد عنه في قبره كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن العبد يسأل في قبره عن المسائل الثلاث العظيمة من ربك وما دينك وما النبيك فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو ولذلك على الإنسان أن يتعلم هذه الأركان وأن يجعلها راسخة في ذهنه يعلم أدلتها ويعلم مدلولها ومعانيها ويعلم مقتضياتها وثمراتها حتى يكون من الناجين في دنياه وفي أخرى إذا تقرر هذا فإن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بكتاب الله جل وعلا القرآن العظيم فيؤمن بأنه كلام رب العزة والجلال وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو بعينه كلام الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فجعل المسموع بعينه كلام رب العزة والجلال ويجزم بأن ما في هذا الكتاب حق ويؤمن بظواهر نصوص الكتاب ولا يحتاج إلى تحريف ألفاظها أو معانيها فإن هذا الكتاب قد نزل بلغة العرب كما قال تعالى إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وقال إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وقال بلسان عربي مبين ومن ثم فمن أراد أن يعرف معاني الكتاب فإنه يستعمل قواعد العربي في فهم الكلام العربي ومن ذلك أن الأصل في الألفاظ أن يؤمن بما تدل عليه ظواهرها وأن لا يحرفها عن معانيها باحتمالات ومجازات بدون أن يكون لذلك دليل يسنده فإن الله جل وعلا خاطب العرب بما يفهمون من لغتهم ولم يخاطبهم بألفاظ ظواهرها مغايرة لحقيقة الحال والأمر بل إن العبد يجزيم بأن ما أخبر الله به على ظاهره وعلى حقيقته وأما دعوى أن الآيات القرآنية قد خوطب بها الناس ليفسروها بتفسيرات تخالف ظواهر هذه النصوص فهذا لا يتوافق مع المقصد الشرعي في جعل الناس يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فما دلت عليه النصوص من الأحكام أو من الصفات وجب الإيمان به وجب الجزم بمكتضاه ودلالته اللغوية من غير اعتقاد كيف أو تشبيه لأن عقولنا لا ترقى إلى معرفة كيفية هذه الصفات فلها كيف لكننا لا نعلمه وهذه الصفات التي تكون لله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن يُنسَبُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى على أربعة أنواع أولها الأخبار فإن الله قد يُخبر عن نفسه بأشياء كما في قوله جل وعلا فكما قل الله كما في قوله جل وعلا حينما أخبر عن نفسه بأنه موجود وأنه شيء فهذا خبر عنه جل وعلا نجزم بثبوته ولكننا لا نأخذ من هذه الأخبار صفة ولا إسما وإنما نقتصر فيها على ما ورد من كونها أخبارا والنوع الثاني مما يُنسَبُ إِلَى اللَّهِ الأفعال فهذه الأفعال نُثبِتُها كما قال جل وعلا سخر الله منهم فهذا نأخذ منه إثبات هذا الفعل لله جل وعلا لكننا لا يجوز لنا أن نُثبِتَ منه إسما ولا صفة والنوع الثالث مما يُنسَبُ إِلَى اللَّهِ جل وعلا الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه فهذه الصفات نأخذ منها أفعالا وأخبارا لكننا لا نُثبِتُ الأسماء بناء عليها ومن أمثلة ذلك صفة المكر في قوله جل وعلا وفي قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُثبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَالْمَكْرُ يُرَادُ بِهِ وَالْمَكْرُ يُرَادُ بِهِ التَّدْبِيرِ الْخَفِيِ الذي لا يُعْلَمُ بِهِ مِمَّا يُوصِلُ إِلَى النَّتَائِجِ الْمَرْغُوبَةِ وَالْمَرْجُوِّ فِيهَا وقد يُؤتى بالصفة على جهة الابتداء وقد يؤتى بها على جهة المقابلة والمجازات ولا يعني الاتيان بها على جهة المقابلة أننا ننفيها أو نؤولها فإذا قلت من أكرمني أكرمته ومن ضربني ضربته فإن الإكرام والضرب هنا كان على سبيل المقابلة ولا يعني ذلك أننا ننفي ظواهر مدلول هذا اللفظ والنوع الرابع مما يُنسب إلى الله جل وعلا الأسماء فكما في قوله الرحمن الرحيم فإن هذه الأسماء يجوز أن ندعوها وأن نُعبد لها ويجوز لنا أن نسمي بإسم معبد لها بخلاف الصفات والأفعال والأخبار المنسوبة إلى الله جل وعلا وليُعلم بأن ما يُنسب إلى الله على جهة الإضافة لا يُخَذ منه أسماء وإنما يُخَذ منه صفات وأفعال فعندما قال الله نور السماوات والأرض نور هنا أُضيفت إلى السماوات وبالتالي فإنه لا يُخَذ منها أن من أسماء الله النور لأنه لم يؤت به على الإطلاق وإنما أوتي به على سبيل التقييد والإضافة وبالتالي لا يُطلق على الله على أنه من أسمائه سبحانه وتعالى فهذه أشياء مما يتعلق مما تتعلق بالإيمان وعلى الإنسان أن يتأمل في النصوص الواردة في كتاب الله سواء وردت بصفة أو بفعل فقوله آمنوا في مواطن كثيرة من كتابه تدل على مجتملات هذا الإيمان ومكتضياته وقوله آمنوا على جهة الأمر والطلب وهكذا قد يؤتى به هذا اللفظ على الإيتيان به بصيغة الفعل المضارع مما يدل على الاستمرار وإن كان الغالب في الفعل المضارع في الكتاب أن يطلق على سبيل النفي لا على سبيل الإثبات في قوله وأكثرهم لا يؤمنون ولعلنا إن شاء الله أن نأتي بالكلام عن أركان الإيمان ومكتضيات كل واحد منها وما يمكن أن يستفاد منه في رقاء آت بإذن الله جل وعلا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من أهل الإيمان زادكم الله إيمانا وتقوى ورفع الله درجاتكم وأسعدكم كما نسأله جل وعلا لعموم المؤمنين والمسلمين في مشارك الأرض ومغاربها في زماننا وفيما مضى وفيما يأتي أن يعظم الله لهم الأجور وأن يكثر لهم الثواب وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى وأن يوفقهم للبر والتقوى كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين